موسيقى هلأ صار وقت فقرتنا المميزة الاسبوعية شكرا صديقي موسيقى انشأ ميخايل فلد مع زوجته بالعاصمة النمساوية فيينا مركزا لتسهيل اندماج اللاجئين جاء ميخايل من سويسرا الى النمسا منذ خمسة اعوام والتقى باللاجئين سوريين تعرف من خلالهما على التاريخ السوري والثقافة السورية فقرر ان يقدم الدعم لهما ولغيرهم من اللاجئين دعونا نتابع موسيقى 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 اسمي ميخايل فلد قدمت من سويسرا منذ خمس سنوات واقيم في النمسا منذ نحو ستة اشهر اشرف مع زوجتي ميلاني على مركز الامل ستة عشر نسبة الى الحي الساتس عشر الذي يوجد فيه بفيينا قبل نحو ثلاث او اربع سنوات تعرفت على لاجئين سوريين وعراقيين ايضا في احد مساكن اللجوء لقد كانوا ينتظرون الحصول على قرار الاقامة بدأنا لعب كرة القدم سويا مرة في الاسبوع وبتنا نلتقي كثيرا حتى اصبحنا اصدقاء هنا في فيينا اقمنا في العام الاول من وجودنا فيها مع لاجئين سوريين اثنين في بيت واحد لقد تعلمت الكثير حول ثقافتهم ومن الذي يشغلهم ومن يكونون وكيف بامكاننا ان نساعدهم ومن خلالهما تعرفت على الكثير من السوريين ولاجئين من جنسيات اخرى كنا ندعو اللاجئين الى منزلنا لتعلم اللغة الالمانية مرة في الاسبوع للرجال ومرة للنساء كان الامر سهلا بدعوة بضعة اشخاص الى المنزل كنا نتحدث الالمانية واساعدهم بتعلم قواعدها في البداية باشرنا باعداد جلسات محادثة باللغة الالمانية للاجئين والغالبية كانوا من سوريا ثم تطورت الفكرة بانشاء هذا المركز حيث نقدم المساعدة ايضا في كتابة السير الذاتية والطلبات التوظيف ونقف بجانب من لديه اي مشكلة مع احد المكاتب الرسمية خلال المعاملة كما نقوم بترجمة رسائل البريد التي تأتي اليهم ونشرحها لهم ونذهب احيانا معهم عندما يكون لديهم موعد رسمي مركزنا يفتح مساء اربع مرات في الاسبوع من الاثنين الى الخميس حيث يأتي الينا الاطفال لنساعدهم في كتابة وظائفهم المدرسية عندما يكون لديهم صعوبات في مواد اللغة الالمانية او الرياضيات او الاحياء عندما تأتي النساء لتعلم اللغة الالمانية بامكانهن استحاب اطفالهن معهن ويستطيع الاولاد اللعب او كتابة وظائفهم هنا في الوقت ذاته تتعلم السيدات اللغة بالنسبة الينا من المهم ان يأتي الجميع ولا يهم من اي بلد يكونون او اي دين يعتنقون نهتم بمساعدة ابناء الحي الموجود فيه المركز بالتحديات التي يواجهونها طبعا يارا كانت عم تغني لا يلو انسي في فيينا هي تقرير كله اده حلو ولطيف وذكرني بهذه الغنحات لازم تكون خلفية طبعا نحن نتشكر اي شخص فعلا بيقدم اي شي للاجئين السوريين وينما كانوا فعلا لانه انه بقى مفس الحاجة للدعم المعنى ويقبل المادي صحيح 100% ننتقل مشاهدين لفعاليات السوريين في رزمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى هلأ سار وقت نستثمر للمشاهدين لفاصل وبعدها منكم بشغط إضافة مع وسلم